نيجي بقى اللفظين مهمين جدا الحاجة اسمها ومن هنا بقى تبدأ تركز قوي كل الكلام اللي فيها ده مهم مهم جدا وموضع سئلة بمعك إنها من هنا وفي لفظ تاني اسمه لازم تاخد بالك منهم قوي كلمة يعني لا قدر الله في مادة توكسيكس ياتك اتعرض او المريض اتعرض لها فجت على واحد من الكومبليكسيز اللي هما الفايف كومبليكسيز في الريسبيراتور تشين وعملته وقفته يبقى الريسبيراتور تشين هنا وقفت وركزوا في الكلمة دي لان فيه حاجة اسمها انكابلرز بعد كده الريسبيراتور تشين بتفقد الفونكشن بتاعتها رغم انها شغالة مبيحصلهاش انهيباشها مبيحصلهاش ستوبج فانهيبتورز في الريسبيراتور تشين ده معناها ان الجسم اتعرض لمادة المادة دي جات لواحد او اكتر من الكومبليكسيز بتاعت الريسبيراتور تشين وراح تعملل له انهيباشن طب زي ايه الانهيبتورز دي اه دكتور خيلي احنا قلنا كومبليكس وان اللي هو الناد دي هيدروجينيز الناد دي هيدروجينيز قلتلك المفروض انه هو بين الناد الناد اتش اتش بلاس لحاجة اسمها اف امان كومبليكس وان في اه اه انهيبتور سيبك من كلمة انكابلر دي دلوقتي ما عالش سيبك من كلمة انكابلر خلينا هنا في الانهيبتور في مواد معينة زي البييريسيدين A والأمو باربيتال والروتينون دولا بيعملوا انهباشن لكمبليكس 1 كمبليكس 2 بيحصلوا انهباشن بتلت حاجات المالونك اساد لان المالونك اسد يا جماعة فاكرين هو كمبتتوف انهباتور للسكسينيديا هيدروجينيز ان زيم وانا قلت السكسينيديا هيدروجينيز هو كمبليكس 2 الحاجات دي لازم تتحافظ لازم تتحافظ الاسمهاء دي لازم تتحافظ وكل واحد من يعمل انهيبسي ,مش الراسمين النوم睜ه الانهي بحصل للكاربوكسن ومادة اسمها تي تي اف اي. عند كومبليكس سري بيحصل له انهيبشن بالانتيمايسين اي والبال. لما جي لكمبليكس فور بقى بيحصل له انهيبشن بحاجات اخرها ايد. يعني سيانايد كربون مونوكسايد هيدروجين سالفايد. احفظوهم برضو مهمين جدا دولة. يبقى السيانايد والكربون مونوكسايد والهايدروجين سالفايد. هي انهيبتور لكمبليكس فور. احفظوها ان حاجات اخرها ايدا كربون مونوكسايد. هي دولة سيانايد. ركزوا معي. في انهيبتور اللي هو اللي مكتوب هنا هو. بس مكتوب عليه انكابلر. المهم ركزوا معي. ده انهيبتور وانكابلر في نفس الوقت. اشرح بعد كده ليه? او مش مهم مش ارحاها بالنسبة لكم اعرفوا انه الاليجومايسين انهيبتور اند انكابلر انهيبتور لكمبليكس فايف اللي هو الاتبس انسيز ايه الفارق بين الانهيبتور والانكابلر يا دكتور خالد الانهيبتور دي مادة توكسيك لازم نحفظهم اللي انا قلت عليهم دولة جاية تعمل انهيبيشن لواحد او اكتر من الكمبليكس زي يا جماعة في اي باثوي في اي تشين اوفر اكشن لو عملت انهيبيشن لانزيم واحد او كومبليكس واحد ده معناه انه حصل انهيبيشن لكل الرياكشن طب واي يعني ايه يا ابن انت مش فاهم ده انا بقولك الريسبيراتور تشين ده هو اهم انرجي سبلاير في جسمك يعني احنا لما كنا بنحسن في الكريبس سايكل وبقولك ان الكريبس سايكل بتطلع تين اي تي بي مش الكريبس سايكل هي اللي بتطلعهم ده الريسبيراتور تشين هي اللي بتطلعهم وبالتالي لو حصل انهيبيشن للريسبيراتور تشين وكانت الدوز بتاعت الانهيبتور عالية ممكن يحصل ديث العيان يموت لان انت بتخلص على كل الانرجي تقريبا او المين انرجي سابلمنتيشن للجسم هما ليه يا دكتور خالد التانية التانية اسمها أنكابلرز بقى وكلمة أنكابلرز احنا قلنا الكابلنج بروسسس هي اتحاد الـ EDB مع الـ B عشان يدينينا ETB الأنكابلرز بتمنع عملية الكابلنج بروسسس دي يعني يبتمنع عملية الكابلنج ما بتخليش الـ EDB بتاعت مع البيع عشان يدينا ETB رغم ان الـ Respiratory Chain شغالة اقولك على حاجة هام الانهيبتورز اللي هي اللي احنا لسه شرحينها دلوقتي دي عملت انهيبشل للـ Respiratory Chain يعني تفاعلات الـ Oxidation اصلا اللي في الـ Respiratory Chain ما بتحصلش يعني جسم العيان بيبقى متلج يا جماعة لانه ما فيش انرجي طالع الـ Uncoblerز دي جسم العيان بيبقى مولع نار سخن جدا ليه؟ لانها تفصلت عملية الـ Oxidation عملية الـ Oxidation اللي هي طالع منها Energy ما زالت شغالة انما انا كنت بستخدم الـ Energy دي في عملية الكابلنج اللي هو اتحاد الـ EDB مع البيع عشان يدينا ETB دلوقتي الكابلنج ما بيحصلش وبالتالي الـ Energy كلها طالع في صورة Heat فالـ Uncoblerز جسم العيان يبقى سخر انما الـ Inhibitorز جسم العيان يبقى متلج طب الـ Uncoblerز دي بتشتغل ازاي يا دكتور خالد؟ بتشتغل واحد Prevent ما احنا قلنا عشان يحصل كابلنج بروسيس يا جماعة لازم البروتون اللي تكون جوه الميتوكوندرا يحصل له بامب البرة وبعد ما يحصل له بامب البرة يروح راجع تاني اهو عن طريق البروتون بامب اللي هو كومبليكس واحد وثلاثة واربعة يروح راجع تاني عن طريق كومبليكس 5 اللي هو الـ ATB فلو في حاجة عملت للبروتون بامب دي يبقى البروتون اللي اللي تكون جوه مش يطلع بره يبقى فش حاجة هنا هترجع يبقى الـ ATB مش هتخلى يبقى دي اول ميكانيزم رغم ان البروتون شين شغال يبقى الحاجة التانية او الطريقة التانية هي opening agate ما احنا قلنا البروتون اللي طلع بره لازم عشان يخلى الـ ATB يرجع عن طريق كومبليكس 5 كومبليكس 5 نعمل زي الجمارك يا جماعة حاجات اجراءاتها غلصة حشان تدخل البروتون من بره الجوه فلو في اي مادة جات عملت فتحة خرمي كده في الـ فيستسهل البروتون يروح داخل عن طريقها فلما يدخل عن طريقها هيدخل بطريق ما بيخلقش ATP يبقى رغم ان الريسبيراتور شين شغالة الا ان رجوع البروتون عن طريق الجيت دي الفتحة دي البوابة دي اللي هي بعيدة عن كومبليكس 5 اللي هو الـ ATP ما تخلقش رقم ثلاثة بقى نفسه ما احنا قلنا كومبليكس 5 هو الـ ATP فلو عملتله انهيبشن للجزء منه اللي هو بيعمل يبقى الـ ATP مش هيتخلى لو بديني اجزامبلز يا دكتور خالد واحد عارفين السيرموجين ده السيرموجين ده هو اللي بيفتح جيد السيرموجين ده عبارة عن بروتين موجود في البراون فات لقفال الصغيرين وهو اللي بيفتح جيد في الـ بيخلى البروتين يرجع من خلاله فالـ ATP ما بيتخلقش عشان كده تلاقي جسم العيال الصغيرين اللي هم بيرضعوا هتلاقي دايما هو جسمه باردة حر هو أدفى من جسم الإنسان الأدلت يعني انكابلرز برضو زي الكالسيام انجيكشن سيروكسين بروجيسفن دايما اللي بياخد حونة كالسيام تلاقي جسمه بيدفى بعدها بيبقى دافي شوي سيروكسين زيادة السيروكسين أصلا بتعمل ممكن تعمل هايبرثيرميا يعني جسم العيني بقى سفن جدا البروجيسترون البروجيسترون دا عارفين انتوا أثناء أو البنات بيتزيد درجة حرارة أثناء البروجيسترون مع الدورة الشهرية بتزيد درجة الحرارة يعني تقريبا مص درجة نتيجة لزيادة السيكس هورمون اللي هو البروجيسترون والإستروجين فدولة أنكابلر اللي هو البرمبران بتاع الترجيع دايكيومارول داينايتروفينول داينايتروكريزول أرسينيك كومباوند الأرسينيك دا بيعمل أنكابلنج لأنه شبه الفوسفيد مش احنا قلنا الادب لازم يمسك مع الفوسفيد عشان يكون أرسينيك دا شبه الفوسفيد فيروح يمسك مع الادب مكانه طب مليش لازمة فكده عمل أنكابلنج فالينومايسن الفالينومايسن دا يعني حاجة من الحاجات الغلسة والداينايتروكريزول والداينايتروفينول برضه بيعمل ايه بقى الفالينومايسن دا عبارة عن بوليبيطايد بقول عليه آيونو فور يعني آيونو فور يجي في الانرميتوكوندر الممبرن ويعمل سبان يعني سبان يروح فارد ايديه كده فتبقى نحيا منه ظهرة من بره ونحيا ظهرة من جوه يروح واخد البروتون اللي هو بره احنا قلنا البروتون هنا بيطلع بره هو هو بغلاسه يجي يعمل ايه بقى الفالينومايسن دا يروح عامل يعني دا اللي قدامكم هو الفالينومايسن سيبكم من انه دا هو هو يقف بالطريقة دي يقف هنا هو ويمد ايدي من الناحيتين يبقى ظاهر من بره وجوه يروح واخد البروتون اللي بره يروح مدخله جوه ويطلع مكانه بوتاسيوم فهيلغي الالكترو كيميكال جريديانت فرغم من الريسبيراتور تشين شغالة الا ان ما بيحصلش لان البروتون رجع بطريق غير الطريق الشرعي بتاوي حاولنا نغطي جزء من الناحية اللي هي المهمة بالنسبة للاطباء يهمني كل كلمة انا شرحتها واخص واخص منهم الانكابلرز والانهيبتورز ازاي هما بيشتغلوا وبيأثروا على الانهي الكمبليكس طبعا الكمبليكس والرسبيراتور تشين احنا فهمناها بطريقة مبسطة وعرفنا يعني الرسبيراتور تشين ويعني وعرفنا الاتب وعرفنا الفانكشنز بتاعته شكرا جزيلا ونلتفي ان شاء الله في محاضرة